مستمرين معاكم في الاحتفال باليوم العلامي للقلب اخترنا لكم نموذج ساهم وبيساهم في انعاش قلوب المصريين وهو المعهد القومي للقلب بيت كل مريض محتاج ايدين تتمدله بالعلاج والمساعدة هنعرف حكايته ونشكر القائمين عليه من ضفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور وليد عباس استشاري جراحة القلب ونائب عميد معهد القلب القومي اهلا بك يا دكتور ومشرف اهلا وسهلا بحبتك فانت احنا في الاول ندي فكرة بس سريعة على اهمية ووظيفة القلب والدورة الدموية طبعا القلب هو اهم عضو في جسم الانسان وهو المسؤول عن الحياة يعني توقف عضلة القلب يعني توقف الحياة القلب هو المضخة الرئيسية للدم وحنا عارفين طبعا ان الدم هو اللي بيحمل الكرة الدم الحمرة اللي بتنقل الاكسجين لجميع انحاء الجسم الدم ده بيتم استخلاص الاكسجين منه يرجع في الاوردة للقلب يتم ضخه للرئة يتم اكساته تحميله بالاكسجين وبعد كده يتم يرجع للقلب تانية يتم ضخه الجميع انحاء الجسم بعد كده ده في عجالة الدورة الدموية ماشية زي طب بما ان حضرتك جراح قلب تمام امتى بيلجأ المريض لعملية جراحة في القلب تمام طبعا يعني هو السؤال ده هيحتاج شرح طويل بس انا احاول برضو يعني اوجزه لحضرتك هو احنا عندنا توب مين بارتس او جزئين مهمين جدا هي جراحة الاطفال ودي تشمل العيوب الخلقية للاطفال وجراحات القلب للقبار والقبار دي بنقسمها لتنين مين بالكس او تنين جزئين كبار قوي هما جراحات الصمامات وجراحات الشرايين التجاية فيه طبعا جراحات الشريان الاورتي من انشطار او تمدد في الشريان الاورتي فيه جراحات بتبقى ندرة شوية زي جراحات اورام القلب إنما مين للجزئين الرئيسيين هي جراحات الصمامات وجراحات الشرائيين طب يعني جراحة قلب مفتوح تمام جراحة القلب المفتوح هي يعني أنشئ الاسم ده لما بترد تظهر حاجة اسمها مكنة القلب الصناعي مكنة القلب الصناعي دي إن إحنا بنوقف القلب أثناء إجراء الجراحة ويتم تحويل الدورة الدموية بالكامر خارج القلب ونوقف القلب عن العمل لحد ما ننتهي من إجراء الجراحة بعد كده نبتدي نعيد الدم تاني للقلب ونبتدي نخلي القلب يعمل بصورة طبيعية تاني فهو القلب المفتوح ده ابتدى مع وجود مكنة القلب الصناعي عشان كده سمي قلب مفتوح مكنة القلب الصناعي دي معناها إن إحنا بننقل الدورة الدموية كلها للقلب الصناعي لحد ما نخلص شغلنا في الجراحة تمام وبعدين بنرجع الدورة الدموية تاني للقلب الطبيعي بالضبط لأن إحنا بنوقف عضلة القلب أثناء جراحة القلب المفتوح فلازم حاجة تحل محل القلب بكالمضخة لحد ما القلب يرجع لعمله الطبيعي تاني الناس يا دكتور بتسمع عن الشريان التاجي تمام ايه هو الشريان التاجي و ايه اوجه القصور اللي ممكن تصيب الشريان التاجي تمام الشريان التاجي هو الشريان المسؤول عن تغذية عضلة القلب بالدم اي عضو في جسم الانسان لازم فيه بيبقى رايح له دم عن طريق الشريان فالشريان المغزية لعضلة القلب يسمى الشريان التاجي الشريان التاجي ده بينقسم لأيصر وايمن والأيصر ده بينقسم لفرعين كبار للأسف فرض الشرعية التاجية هو يمكن للسبب الأول للوفيات على مستوى العالم كله لما بيحصل قصور في الشريان التاجي بيبتدي المريض يبقى تظهر عليه أعراض زي ألم في الصدر ألم دي ممكن تسمع في الظهر تسمع في أسفل فك تسمع في فم المعدة دي ألم بتبقى ألم بنسميها زبحة دي تحدث لما يبتدي يحصل ديء في قطر الشريان نفسه لما يحصل ديء في قطر الشريان التاجي يبتدي كمية الدم الوصلة لعضلة القلب تقل خاصة مع المجهود يعني فيه مريض ممكن في الأول ما يشتكيش من الألم في الصدر أثناء الراح لو هو قاعد ما بيعملش مجهود إنما لما يمشي أو يبتدي يبزل مجهود رياضي أو واتفر يبتدي يحس بألم في صدره ده لنتيجة لأن كمية الدم اللي الطبيعي بتوصل للعضلة ما بتوصلش نتيجة وجود ديء في الشريان قطر بتاعه دي ده معناه إن الشريان التاجي هو المغزي الرئيسي للقلب بظبوط فلو حصل فيه ديء معناها إن القلب عايبقى عنده مشكلة أكيد طيب حضرك ذكرت كلمة زبحة تمام هو إيه الفرق بين الزبحة والجلطة تمام الزبحة هي إن لما الشريان التاجي بيحصل فيه انسداد بنسبة معينة يعني ممكن نقول فوق السبعين في المية إنما في حالة الجلطة بيحصل انسداد تام أو انغلاق تام للشريان فيبتدي فيه جزء من عضلة القلب ما بيوصلوش دم خالص جزء من العضلة آه لأنها الشريان التاجية هي بتتفرع للأفرة كل فرع بيدي جزء من العضلة فلو حصل انسداد تام في الشريان التاجي للجزء المغزى بالشريان ده العضلة دي كده انقطع عنها الدم تماما فبيحصل هنا جلطة وأعراض الجلطة بتبقى مختلفة عن أعراض الزبح بيبقى قلم شديد في الصدر بس ممكن بقى يصحبه إحساس بلقيق ممكن يصحبه دوخة ممكن يصحبه تعرف جامد جدا ضغط البني آدم ممكن ينزل وعلى حسب طبعا كمية العضلة اللي اتأثرت بالانسداد التام ده هنا دي حالة طوارق ولازم المريض اللي يحسن كده يتوجه لأقرب مستشفى في أقرب وقت عشان نلحقه في الويندو فيز بتاعته أو اللي هي الجولدن آورز أو الساعات الزهبية بالنسباله اللي هي من أول 6 ساعات ل 12 ساعة عايزال حقوصل الدم تاني للجزء من العضلة اللي اتقطع عنه الدم ده عشان لقدر الله ما تلايفش لان لو تلايف الجزء ده خلاص بقى خارج نطاق الخدمة هيبقى حيتقل كفاقة العضلة والجزء ده لن يعمل بعد كده في عضلة الآن يعني يا دكتور هل في مقدمات للجلطة؟ لان الجلطة دي زي ما حضرك شرحت كده هي ممكن تكون مميتة طبعا فهل في مقدمات ليها؟ يعني مثلا الزبحة دي ممكن تكون من أعراضها أن يحصل الجلطة؟ طبعا هو أي مريض عنده قصور في الشريان التاجي وابتدى يشتكي بألام زبحة هو معرض في أي وقت لحدوث جلطة لان هو دي اللي موجود بنسبة 40 أو 50% أو 70% ممكن بتتكون جلطة عليه تقفل الشريان تماما فالشريان هو أنسون وتقفر حيؤدي إلى جلطة في القلب فهو مريض الزبحة بيبقى عرضا أن يحصل له جلطة في القلب طيب الجلطة نفسها ممكن تيجي لمريض مش موجود عنده زبحة صدرية؟ قلمة ممكن تحصل بس مش كتير الحقيقة مش ده الكومن إنما فيه مريض سكر مثلا بيبقى سكر عنده مرتفع بنسب كبيرة ومش متزبط السكر بتاعه فيبقى يحسسه بالألم ضعيف شوية فممكن ألم الزبحة دي تعدي عليه وإحنا تعرف المصريين ساعات كتير قوي بيجي لهم ألم ويعني ممكن إيه زي ما يقول يهمل الألم ده للأسف دي بتبقى ألم زبحة وبتبقى إنذار أن أنت لازم تروح وتكشف وتشوف إيه الوضع لأن ممكن الزبحة اللي عندك دي بقعد شوية لقدر الله تفاجأ أن أنت عندك جلط وساعات فعلا فيه عيانين تشوفهم يقولك أنا عمري مشتكيت فطبعا آه وارد إنها تحصيحة مش نسبة كبيرة بس وارد إنه يكون الفيرست بريزنتيشن للعيان إنه هو يجي بجلطة نشوفها زي ما حدرك ذكرت يعني واضح إن مشاكل القلب بتكون السبب الرئيسي للوفيات في العالم كله تمام ويمكن علشان كده بقى إحنا عندنا معهد القلب القومي ومتهيق لي إن ده يعني من غير نزاع هو أهم معهد للقلب على مستوى الوطن العربي كله أكيد وأعتقد إنه هو من الدكاترة اللي موجودين الأطباء اللي موجودين فيه أعتقد طبعا يعني مش محتاجة على أعلى مستوى أكيد وخصوصا إن عمليات القلب المفتوح دي أنا أعرف إن هي بتبقى عملية عنيفة جدا وطويلة جدا وبيبقى يعني أكدنا بنلعب مزيكة لو حد فيها شاذ حيبقى فيه مشكلة دي حقيقة فأنا عايز حضرك تكلمني شوية بقى عن أهمية معهد القلب القومي تمام وللوطن العربي تمام طبعا معهد القلب القومي هو أكبر مركز متخصص لجراحات وأمراض القلب في الشرق الأوسط وأنشئ المعهد يمكن في أوائل الستينات اللي أستاذ الدكتور حسونة السابعة رحمة الله عليه هو منشئ المعهد وبتدت بقى تطور أمراض القلب واجراحات القلب في تطور مستمر في المعهد إحنا حاليا لوقتي عندنا سبع غرف أسطرة عندنا سبع غرف عمليات غير غرفتين لعمليات الأطفال تقريبا بنجري من حدود من 70 ل80 أسطرة يوميا ما بين أسطرة تشخصية وأسطرة علاجية عمليات جراحة القلب تقريبا في حدود من 10 ل 12 حالة يوميا غير حالات الطوارئ ودي على مدار الساعة إحنا عندنا المريض اللي بيجي بحالة طرق محتاج تدخل جراحي زي انسدات في صمامات القلب أو جلطة في الأزين الأيصر أو مريض عنده زبحة غير مستقرة ومحتاج تدخل جراحي ده بيتم في أي وقت على مدار اليوم طبعا مش هتكلم على الكوادر اللي موجودة في المعهد لأن هي من أحسن وأشطر الكوادر اللي موجودة في مصر كلها معهد القلب ده صرح قومي بما فيه من خبرات وبما فيه من كوادر أطباء وتمريض وفنيين إحنا يعني الحقيقة بناخد كل الدعم في الفترة دي بنحاول جاهدين يوميا إلينا حنرتقي بمستوى المعهد عشان فعلا نقدم خدمة طبية متميزة لمرضى القلب هل معهد القلب القومي مطلع أنا عارف طبعا الإجابة بس أنا أحب الناس كما هتعرفها على أحدث التكنولوجيا اللي موجودة في عالم جراحات القلب أو عالم علاج القلب دي حقيقة إحنا عندنا الدكاترة لا تنقطع عن المؤتمرات الطبية إحنا في المعهد بنستضيف شبه إسبوعي بنعمل مؤتمر يعني إسبوعيا سواء في جراحة القلب أو في أمراض القلب اللي منقشة أحدث توصيات بتطلع في المؤتمر سواء المؤتمرات الأوروبية أو المؤتمرات الأمريكية أو الورك شوبس اللي بتتعامل على مستوى العالم إسبوعيا 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 حرك لو شرفتنا في المعهد حتلاقي مثلا يوم زي يوم الثلاث ده اليوم العلمي الاسم مثلا أمراض القلب ده بيناقش أحدث ما توصل إليه العلم من أدوية من دعمات من أساطر من تكنيكات جديدة للأساطر في القلب هكذا برضو في جراحة القلب التكنيكات المختلفة اللي بتظهر بالنقشها ونشوف إمكانية لأن مش كل برضو التكنيك بيظهر إحنا نقدر نعمله في مصر المريض المصري برضو مختلف شوية يمكن على المريض اللي في أوروبا وأمريكا في شوية يعني في بعض التكنيكات كده فإحنا بنحاول ناخد التقنية دي ونأطلع يعني إذا طرح أسألك المريض المصري قلبه زي المريض الأوروبي ولا هو ما بيسمعش كلام لا هقول لحضرتك حاجة للأسف يمكن يعني لو كلمنا إحنا عندنا مشكلتين في المريض المصري الصمامات والحمى الروماتزمية دي مأساة غير موجودة بر ويعني هي فرصة أننا ندعو من خلال برنامج بتاعك إحنا محتاجين حملة قومية للقضاء على مرض الروماتزمي لقلب الحمى الروماتزمية لأن الحقيقة ده مرض مهلك لأطفالنا مهلك لشبابنا لأن الموضوع بسيط هو ما بيتعالجش من الليوس كويس ما تعالجش من الليوس للأسف يصاب بالحمى الروماتزمية وفاجأة أن الولد أو البنت على سن 17-18 سنة جاي باختلال في صمامات القلب سواء الصمام المتراري أو الصمام الأورتي يحتاج يعمل جراحة قلب مفتوح وهو في السن ده لاستبدال الصمامات طبعا إحنا فيه غنى عن ذلك لو عملنا وقاية مضبوطة بالضبط كده أن الولد اللي بيجي له لوز متكررة أو احتقالات الزور متكررة يعالج معالجة مضبوطة ما تديش المضاد الحاوي لمدة يوم واثنين ووقف لا مفروض أنه من أسبوع لعشر تيام يستمر المضاد بتتكرر لازم أشله الليوز يتعامل مسحة من الليوز دي عشان أشوف المكروب وأدي مضاد دحاوي تبقى للمكروب اللي موجود حقيقة الموضوع ده محتاج حملة قومية هيفرق معنا كتير جدا إحنا بنهدر موارد الدولة في العمليات دي طبعا لأنهم دول مرضى حقهم علينا أن احنا نعالجهم إنما في نفس الوقت أنا لو وقيت يعني أخذت الوقاية من الأول من الأول حتخلص من شريحة كبيرة جدا من المرضى دي وأكيد في المؤتمرات اللي بتحصل جوه المعهد النقاشات دي بتدور على مستوى الأطباء طبعا وده اللي إحنا نفسنا أنه هو يتعامل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يمكن المبادرة دي ممكن تبتدي من عندكم من معهد القوم تمام والله إحنا طبعا إحنا يعني زي ما المعهد بيقوم بدوره التعليمي والطبي إحنا برضو دورنا القومي وهو التوعية إنما يعني أعتقد إن حاجة زي دي عايزة يعني مشروع من يعني رئاسي من سيادة الوزيرة يتبنوا المشروع ده لأن فعلا إن إحنا نقضي على الحمى الرومتزمية في مصر دي حتبقى إنجاز كبير جدا يعني حيوفر كتير جدا وأجهزة المجتمع الأجهزة المجتمعية برضو دور في القصة دي طبعا زي ما حضرك قلت هو موضوع بسيط لأنه هو إحنا بس نبقى فاهمين إن اللوز ما هيش شوية سخونة والدكتور يبص يقول إيه اللوز ملتهبة أخد المضاد الحاوي بالضبط يعني لو اتكررت لازم نراعي إن إحنا نفحصها كويس قوي ونعالجها كويس قوي طيب إحنا حضرك قلت لي مختلف إيه تاني نيجي بقى للشرايين للأسف إحنا عندنا يعني حنقول بسرعة كده إيه عوامل اللي بتؤدي إلى قصور الشرين التاج طبعا السمنة زيادة الوزن التدخين السكر ارتفاع ضغط الدم ارتفاع مستويات الدهون في الجسم فإحنا طبعا السكر عندنا للأسف يعني يمكن فيه نسبة كبيرة بتبقى مهملة في علاج السكر وتفاجأ أن لا أنا عايز حضرك تكلمنا بقى بطريقة يعني يعني شوية فيها إيجابية تمام حلينا نقول النصايح اللي احنا نقولها للناس علشان يحفظوا على قلبهم كويس جدا أولا الإقلاع عن التدخين سواء سجاير سواء شيشة سواء وتفر أي نوع من التدخين لازم الإقلاع على التدخين أولا أنت بتأذي الرئة بتاعتك بتأذي شرايين القلب بتاعتك تاني حاجة مريض السكر لازم سكره يبقى مظبوط ما ينفعش أهمل في السكر لأن السكر لما بتبقى مستوياته مرتفعة ده بيأثر تأثير سلبي جدا على الشرايين بتاعت القلب البعد عن الأكل الغير صحي وده برضو مهم جدا لأن الأكل اللي فيه دهون اللي هي الصناعية ده بيأذي جدا الشرايين بتاعت القلب ممارسة الرياضة ولو نص ساعة في اليوم ماشي ده أكيد برضو حيفرق كتير جدا مع المريض أو مع الإنسان الطبيعي دكتور وليد عباس استشاري جراحة القلب ونائب عميد معهد القلب القومي إحنا بنشكر حضرتك جدا على اللقاء الممتع أنا شاكر لاستضافة حضرتك وسعيد بوجودي معكم المعهد القومي للقلب حكاية مصرية خالصة بدأت وكبرت واستمرت بسوعد المصريين سواء الأطباء اللي بيخدموا ويساعدوا أهلهم جوه المعهد أهل الخير اللي بتدعم المعهد وتوفر احتياجاته وكل ما يحتاجه المعهد من أجهزة وعلم وكل حاجة فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمرة استنونا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر